طالبة دخلت الامتحان وتنمر عليها اتنين من المرائبات لان هي لابسة فستان وعشان مش محجبة ربنا ادانا الحق في اختيار دلنا فتخيلوا بقى ان احنا نختار لبسنا ونختار تصرفاتنا مش لازم نكون كلنا بنعمل نفس التصرفات ونبقى شبه بعض لان احنا هنتحاسب كل واحد فينا لوحده فخلونا نعمل الحاجة يعني نختار الحاجة اللي هنتحاسب عليها بعدين اللبس طالما اللبس مفيش فيه قزة للنظر مفيش فيه قزة للمشاعر مفيش فيه قزة للغرائز اللي بنستخدمها حجة لحاجات كتير جدا فخلاص ايه المشكلة فستان محترم محتشم مفيش فيه اي مشكلة ياريت كلنا نخلي بالنا من عيوبنا بدلا ما نبص للناس نبص لنفسنا ونحاول نصلح عيوبنا نحاول نرتقي بنفسنا لان احنا زي ما بيقولوا كده اللي بيرائب الناس بيموت من الهم واحنا مش نقصين هم ولا ايه طبعا طبعا